السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مادة الرياضيات للمستوى السادس صحة 22 من كتاب الجديد في الرياضيات طبعة 2021 الدرس الرابع بعنوان الأعداد العشرية العمليات الحسابية الجمع والطرح والضر إذن هنا سنتعرف على الأعداد العشرية من خلال إجراء عمليات الجمع والطرح والضر لهذه الأعداد إذن نبدأ من التمرين الأول اشترت مريم هتابا بـ 15.75 درهم ودفترا بـ 18.40 درهم ودفعت للكتب مؤابلة مشترياتها وراءة مالية في أتمائة درهم أحسب المبلغ الذي سيرده الكتب لمريم إذن في البداية سنحسب مجموع المشتريات أي مجموع المشتريات التي اشترتها مريم وهي دفترا بـ 8.15.75 درهم ودفاتر بـ 8.18.40 درهم ثم نطاحها من الثمن الذي دفعته للكتب وهو 100 درهم إذن سنجيز في البداية عملية الجمع 15.75 زائد 18.40 نلاحظ هنا دائما في الأعداد العشرية نضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والعشرية تحت العشرية الفاصلة أيضا تحت الفاصلة إذن نحسب هنا 5.7 زائد 4.11 نكتب 1 ونحتفظ بـ 1 ننزل بالفاصلة تحت الفاصلة 5 زائد 8.13 و1.14 نكتب 4 ونحتفظ بـ 1 1 زائد 1.2 والإحتفاظ 3 إذن الثمن المشتريات التي اشترتها مريم هي 34.15 إذن نحسب المبلغ الذي سيرده الكتب الكتب سنطرح 8 المشتريات بالمئة درهم إذن سنكتب الجزء الصحيح ترؤنا تحت الصحيح الفاصلة سندع الفاصلة ستكون هنا الفاصلة تحت الفاصلة ثم نكتب هنا الجزء العشري وهنا نضيف الصفرين لنحصل أيضا على جزء عشري ثم ننجيز عملية الطرح صفر نائز 5 لا يمكن عشر نائز 5 ننزل بـ 1 فتصبح 2 عشرة نائز 2 ثمانية نضع الفاصلة تحت الفاصلة ننزل بـ 1 فتصبح 5 عشرة نائز 5 خمسة ننزل بـ 1 فتصبح 4 عشرة نائز 4 6 واحد نائز واحد الاحتفاظ 0 إذن المبلغ الذي سيرده الكتب على فاطمة هو 65 درهم فاصلة 5 و8 إذن 65 درهم فاصلة 85 درهم إذن نلاحظ هنا إجراء العمليات إذن في أجزاء في البداية نجمع دائما في الأعداد العشرية نبدأ بجمع الجزء أجزاء المائة إذن 5 زائد سيف 5 هنا جمع الأعشر يعني نجمع جزء الأعشر سبعة زائد أربعة إحدى عشر كتبنا واحد ونحصف بواحد ثم وحدات الجزء الصحيح وحدات الجزء الصحيح أي خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر والاحتفاظ أربعة عشر ثم نجمع عشرات الجزء الصحيح ولدينا واحد زائد واحد وواحد لاحتفاظ أي ثلاثة إذن المجموع المشتريت هنا أربعة وثلاثون فاصلة خمسة عشر ثم نحصف الفرق إذن نحن حسبنا الفرق من أول وهو من أنائس أربعة وثلاثون فاصلة خمسة عشر فحصلنا على خمسة وتمانون خمسة وستون عفوا فاصلة خمسة وتمانون وهو المبلغ الذي سيرده الكتب لماريا ننسأل إلى التمرين الثاني أنقل إلى دفتري وأكتب العدد المناسب مكان النؤط إذن هنا لدينا عدد خمسمائة وتلاثة عشر فاصلة اثنان وتسعون زائد عدد تساوي خمسمائة وخمسة وأربعون فاصلة تسعة وتلاثون إذن علينا أن نجد هذا العدد إذن لنجد هذا العدد سنطرح خمسمائة وتلاثة عشر فاصلة اثنان وتسعون من خمسمائة وخمسة وأربعون فاصلة تسعة وتلاثون يعني هذا العدد سنطرح منه العدد الآخر حتى نجد العدد الذي سيكون هنا إذن خمسمائة وخمسة وأربعون فاصلة تسعة وتلاثون سنطرح منها خمسمائة وتلاثة عشر فاصلة اثنان وتسعون ثم نحسب العدد دائما كما قلنا جزء الصحيح تحت الصحيح العشري تحت العشري أي الأعشر مع الأعشر أجزاء المئة أيضا مع أجزاء المئة والفاصلة تحت الفاصلة تسعة نائس اثنان سبعة تلاثة نائس تسعة لا يمكن إذن تلاثة عشر تلاثة عشر نائس تسعة أربعة نضع الفاصلة تحت الفاصلة وننزل بالاحتفاظ لتصبح أربعة خمسة نائس أربعة واحد أربعة نائس واحد تلاثة وخمسة نائس خمسة صفر العدد هو واحد وتلاثون فاصلة سبعة وأربعون إذن العدد هو واحد وتلاثون فاصلة سبعة وأربعون العدد الثاني أيضا لنجد هذا العدد سنطرح صفر فاصلة 4547 من واحد إذن واحد نكتب الجزء الصحيح تحت الصحيح ثم نكتب هنا 4547 إذن هنا نضع الأصفر نضع الفاصلة تحت الأصفر ونتمم بالأصفر حتى ننجز عملية الطرح صفرنا السبعة لا يمكن ننجز بواحد فتصبح خمسة عشر نائص خمسة ننجز بواحد فتصبح ستة عشر نائص ستة أربعة ننزل بواحد فتصبح خمسة عشر نائص خمسة خمسة ننزل بالإحتفاظ واحد نائص واحد صفر إذن العدد هو الصفر فاصلة 5453 إذن العدد هو 0.5453 دائما نجهز العمليات في وراء مستقلة إذن هنا لدينا العدد 0.001 زائد عدد تعطينا 1 إذن أيضا سنطرح هذا العدد من 1 إذن 1 نكتب الفاصلة 0 تحت 1 لأنه وجود الصحيح ثم 0.001 وهنا نتميم بوضع الأصفار 0.00 حسب أعداد الجزء العشري ثم ننجهز الطرح صفر نائس 1 لا يمكن عشر نائس 1 9 ننزل بواحد عشر نائس 1 9 ننزل بواحد عشر نائس 1 أيضا 9 ننزل بواحد عشر نائس 1 9 ننزل بالفاصلة تحت الفاصلة هنا الاحتفاد 1 نائس 1 الاحتفاد 0 إذن العدد هو 0.9999 إذن العدد هو 0.9999 ثم العدد الثاني أيضا سنطرح 0.9999 من 1 إذن 1 نائس 0.9999 هنا أيضا ندع الفاصلة تحت الفاصلة ونتميم بالأصفار ثم ننجه عشر نائس 9 1 عشر أيضا نائس 9 هنا ننزل بالاحتفاد لتصبح 10 عشر نائس 10 0 ننزل بواحد الاحتفاد عشر نائس 10 أيضا الصفر ننزل بواحد واحد نائس واحد صفر والفاصلة دائما تحت الفاصلة إذن نحصل على الصفر فاصلة صفر صفر واحد إذن دائما في إجراء عملية سواء الجمع أو الطاح بالنسبة للأعداد العشرية نضع الجزء الصحيح تحت الصحيح والعشرية تحت العشرية في عملية الطاح إن لم يكن لدينا عدد عشرين نتبين بوضع الأصفار بعد الفاصلة إذن السؤال التمارين الثالث أضع وأحسب إذن هنا أيضا سنضع العمليات ثم ننجزها إذن هنا العملية الأولى لدينا 27.4 زائد 350 إذن 350 عدد صحيح سنضعه تحت الجزء الصحيح ثم واحد إذن هنا واحد جزء عشري في صحيح فاصلة تحت الفاصلة ثم 2548 هنا ليس لدينا فاصلة يمكن أن نتمم بوضع الأصفار ويمكن أن نترك العدد عادي لنضع الأصفار إذن هنا بالنسبة للجمع يمكن أن نضع فاصلة ونتمم بالأصفار ويمكن أن نترك العدد فقط الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح إذن 8 زائد 0 8 4 زائد 0 4 5 زائد 0 5 4 زائد 2 6 ننزل بالفاصلة تحت الفاصلة 7 زائد 1 8 5 زائد 2 7 7 زائد لا شيء 3 5 زائد 3 إذن العدد هو 378.6548 إذن هذا العدد نضعه في وراء هنا فقط سأكتب الخارج وأنتم يمكنكم إنجاز العملية في وراء مستئلة العملية الثانية أيضا نضعها في وراء إذن 345.7 هنا لدينا 8.45 إذن سأضع الفاصلة تحت الفاصلة الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والعشري تحت العشري هنا لدينا عدد صحيح سنضعه تحت الجزء الصحيح ثم ننجز 5 زائد لا شيء 5 7 زائد 4 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 نضع الفاصلة تحت الفاصلة ويمكنكم هنا وضع الفاصلة وإضافة الأصفال إذن 6 زائد 5 11 والإحتفاظ 12 نكتب 2 ونحتفظ ب1 8 زائد 7 15 زائد 4 19 زائد 21 نكتب 0 ونحتفظ ب2 3 زائد 3 6 وإثنان احتفاظ 8 إذن الخارج هو 802.15 ثم ننتقل إلى التمرين الرابع أحسب إذن هنا سنحسب في الكتاب هنا عملية الجمع 4 زائد لا شيء 4 4 زائد 2 6 نضع الفاصلة تحت الفاصلة 5 زائد 3 8 وهنا ننزل ب1 هنا أيضا عملية الجمع 5 زائد لا شيء 5 7 زائد 13 نكتب 0 ونحتفظ ب1 ننزل بالفاصلة تحت الفاصلة 2 زائد 0 2 والإحتفاظ 3 هنا أيضا عملية الجمع 7 زائد 4 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 6 زائد 5 11 والإحتفاظ 12 نكتب 2 ونحتفظ ب1 نضع الفاصلة تحت الفاصلة 0 زائد 0 0 والإحتفاظ 1 إذن دائما نضع الجزء الصحيح كما قلنا تحت الصحيح العشرية تحت العشر التمرين الخامس أضع وأنجز إذن هنا أيضا سنضع العمليات وننجزها إذن لدينا 302.08 نائس 0.12 إذن دائما الفاصلة تحت الفاصلة الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح والعشرين مع العشرين 8 نائس 2 6 0 نائس 1 لا يمكن إذن 10 نائس 1 9 نضع الفاصلة تحت الفاصلة ننزل بالإحتفاظ هنا 2 نائس 1 الاحتفاظ 1 0 نائس لا شيء صف 3 نائس لا شيء 3 إذن الخارج هو 301.96 إذن العملية الثانية 24 نائس 0.04 إذن لاحظوا هنا وضعت الجزء الصحيح تحت الصحيح إذن هنا سأتمم بوضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم نتمم بوضع الأصفر وننجز العملية 0 نائس 4 لا يمكن 10 نائس 4 6 ننزل بواحد 0 نائس 1 لا يمكن إذن 10 نائس 1 9 نضع الفاصلة تحت الفاصلة ننزل هنا أيضا بواحد 4 نائس 1 3 2 نائس لا شيء 2 الخارج هو 23.96 العملية الثالثة 500 800 500 1 فاصلة 8 نائس 0 فاصلة 9 أيضا هنا وضعت الفاصلة تحت الفاصلة الجزء الصحيح مع الصحيح والعشرين مع العشرين نتمم بوضع الصفر هنا ثم ننجز العملية 0 نائس 1 لا يمكن إذن 10 نائس 1 9 ننزل بواحد فتصبح 10 8 نائس 10 لا يمكن إذن 18 نائس 10 8 نضع الفاصلة تحت الفاصلة ننزل بالاحتفاظ 1 نائس 1 0 هنا الصفر نائس لا شيء 0 أيضا الصفر ثم 5 إذن 5000 فاصلة 9 8 العملية الرابعة وهي 82 نائس 1 فاصلة 750 أو أربعة وخمسون إذن نضع الفاصلة مع الفاصلة ثم نتمم بوضع الأصفر ونحسب صفر نائس أربعة لا يمكن 10 نائس أربعة 6 ننزل بواحد 6 10 نائس 6 4 ننزل بواحد 8 10 نائس 8 2 ننزل بواحد فتصبح 2 2 نائس 2 صفر وهنا ننزل بـ 8 إذن الفرق هو 80 فاصلة 2026 4 وكرر الملاحظة دائما عند إنجاز عملية الجمع أو الطاح للإعداد العشرية نضع الفاصلة تحت الفاصلة الجزء الصحيح تحت الصحيح العشرية تحت العشرية وإن كان العدد واحد العدد فيه جزء صحيح والآخر جزء عشرية نتمم بوضع الأصفر إذن ننتقل إلى التمرين السادس جو كالكول لالانغور دو سادمون بيسي إذن هنا سنحصل طول إطعام بيسي إذن نلاحظ هنا أب تساوي 3.7 من أحساسي لدينا 5.4 إذن بيسي ستساوي 4.5 نائس 3.7 أي قياس أرصي سنزيل منه 4 لنحصل على بيسي إذن 5.4 نائس 3.7 ونحسب 7.4 نائس 7 لا يمكن 14 نائس 7.7 نزيل بالفاصلة تحت الفاصلة نزيل بالإحتفاث فتصبح 4 خمسة نائس 4 واحد إذن بيسي هي 1.7 سنتيمت إذن هكذا نكون قد أنهينا تمارين الصفحة 22 من كتاب الجديد في الرياضيات للمستوى السادس